بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد ازاكوا شباب اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات L-CNN واللي هي من ضمن كورس Deep Learning طيب في الفيديو اللي فهنا اخدنا البادنج او عرفنا ايه هو البادنج وليه هو مهم البادنج او الحشو هو احنا مش بنستخدمه على طول يعني مش ممكن ما تستخدمهش كدير تمام؟ يعني مش في كل الحالات بنحتاجه طيب في الفيديو ده هنتكلم عن اخر حاجة محتاجينها في CNN وهي حاجة اسمها الماكس بولنج او الماكس بول فكرة الماكس بولنج هي شبه الفلتر بالضبط او شبه الكيرنل احنا مكونوا على الفلتر كيرنل عادي يعني فلتر او كيرنل اللي اتنين بنفس المعنى الماكس بولنج هي شبه الفلتر تمام؟ بس الفرق انها ما بتدربش الماتريكس تحت الصورة في ارقام لا فكرة الماكس بولنج ان انت بتحدد مساء بتحدد ابعد مثلا نفطها لمساءتين في اتنين ا300 وتبدأ نمسك مثلا او 2 في اتنين من الصورة تمام؟ انقوم نشوف ايى اكبر رقم فيهم ونقوم واخدينة يعني نمسك لعنا اول 2 في اتنين حاجة طول انك سبولنج 2 في اتنين فهيقوم ماسك اول 2 في singht اول 2 في اتنين من الصورة وتشوف ايقوم اكبر رقم فيهم ويمحط في ماتريكس لوحده بيمحط في ماتريكس الجديدة وهكذا ما بjmصدhn؛ درج ما يريد ص prag kav 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 sh و hack kav 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 kav� زينا وردو هيلاز سبعة تلاتين او محطط هنا. يبا ازا الماكس بولنج هي في جهازنا هي بتشوف هي مبينة اسمها ماكس يعني الماكس يعني اكبر قيمة. فالماكس بولنج هي شبهة الفلتر. طبق شبهة الفلتر. ولكن ما هي ما بتدربش مصفوف بتاعت الصورة في ارقام شبهة الفلتر. لا هي بتشوف ايه اكبر قيمة من الاباعد اللي احنا محددينها. وتقوم باخدها وحطها في مصفوفة جديدة. تمام? انا ممكن اتحكم او في الخطوة بتاعت الماكس بولنج. انا ممكن اقول له هنا ايه? ممكن ايجا اقول له هنا. بدل ما هي اتنين في اتنين بدل ما ياخد اتنين في اتنين كده. وخطوة بتاعتها باتنين كده. لا انا ممكن اقول لا اخدها خطوة بخطوة. يعني أيه يعني خده كده اقول 2 في 2 بعد كده خلي الستيب بتاعتك بواحد خده الكده بعد كده امشي كده بعد كده خديك فأنا ممكن اخلي الستيب بتاعته بالشكل ده كده وممكن اوسفها يعني اللي عمنا بدي اعتبرها ديفولت يعني هو ايه بياخد 2 في 2 تمام ده هو جزء اللي بياخده مبيعدش علي تاني فعاعدة انتبوك التحكم في الستيب بتاعته طيب انا فتاعتنا عندي مثل صورة هنا ايه صورة ارج بي او صورة الوان بتعامل معها ازاي؟ بتعمل معها نفس فكرة الفلتر بالظبط بدل اه هتطبق الماكس بولنج على الثلاثة من تريسيس بتاعتها او على الثلاث مصفات اللي هم الثلاث الوان الريد والكلين بلو فعمسك المصفة مثلا الريد اللي هاقول واحدة مثلا وابدأ اعمل عليها ماكس بولنج اتنين في اتنين والخطة بتاعته باثنين امسك اول اتنين في اتنين اهو اشوف اكبر رقم فيهم تلا PM9 و 대� straight هو المصفى الجديد اتنين Lavenda 2 اديه الخطوة المصفى 하루� ادποιял هكذا المصفى هيabi بتاعت رقمي فهي شبهة الفلتر بالزبط ما فاش اي اختلاف غير ان الفلتر هو بقى فيه ارقام بتضربها في الارقام بتاعت المصفوف اما الماكسي بولنج لا هي مفاش ارقام انت بتجي على بتحدد مسافة معينة او ابعاد معينة في الماتريكس بتاعت الصورة وابتدأ تاخد فيهم اكبر رقم من ضمن المساحة اللي انت محددها دي اذا قلت انا محددنا مثلا اتنين في اتنين فعمسك اول اتنين في اتنين من الصورة وابدأ اخد اكبر رقم فيهم انطقهم يعني اخد اكبر رقم تبضلي لان في الغالب الرقم اللي قمته كبيرة في الصورة او في المصروفة ده ده في الغالب معناه ان ده اتج كبير او اختلاف في اللون كبير فمسلا او مسك ان انا قالك دي اخد اخد تسعة فالتسعة دي معناه ان هنا في اختلاف البيكسل دات فيها اختلاف كبير في اللون وهنا برضه تاخد ثمانية كذلك قالك ان البيكسل ده ده اللي في اختلاف كبير في اللون اذا فده معناه ان انا مسكت اتج او ان ده حفة او انا كعملت اتج ديكشن طيب نقود ما راجع كده بقى على ال cnn عم تاني احنا كده اعتبر خلصنا كل التكنيك بتاعت ال cnn طيب انا فلما باجي ابني الشبكة بتاعتي انا بستخدم ايه بستخدم filter اللي هو بكرنا اللي يعني ولا بستخدم max pooling ولا بستخدم bading ولا بعمل ايه الحان تستخدم كل ده ال bading بس هو اللي يعني اللي قليل ممكن لما تشتغل عليه لان مش كل السمو تحتاج bading لانما ال kernel او filter و max pooling او ما اللي هتشتغل عليهم اساسي في اي شبكة وانا افطلت مثلا عندي صور انا ايه بعدها 28 في 28 في 1 يعني صوره عبيض وصود مش الوان اول حاجة بعملها لها بطبع عليها filter وبعملها kernel فانا مصلا اعمل عليها من افطلت filter خمسة في خمسة تمام ومسلا مش عايز يبقى filter واحدة انا قلت ان filter ده بيجيب لي detection بيجيب لي edge معينة فمصلا عندي filter بيجيب ال edge اللي يجيب بشكل رأسي و filter تنيجيب ال edge اللي بشكل افق filter تنيجيب ال edge اللي جايه بزاوية 70 درج و filter تنيجيب ال edge اللي جايه بدرجة الميلة بدرجة مية وعشرين درج الميلة بدرجة مية وعشرين وعشرين وكزا فمصلا عندي افطلت ان هعمل خمس فالاتر مسلا كل filter فيهم وساحته خمسة في خمسة او ببعده خمسة في خمسة فهاجع على الصورة اللي هي 28 في 28 في 1 هطبع عليها filter اللي هو كل filter فيهم خمسة في خمسة ايزان في الصورة الجديدة والموصف الجديدة اللي هتنتج عنها هتكون 24 في 24 في عدد الفالاترس نعملت كان filter خمسة ايزان 24 في 24 في خمسة وبقى الصورة دي بالنسبة لي خلاص ودي الصورة الجديدة بتاعتي قللت من الطور والعرض بتاعها بس زودت في العمق واللي هو عدد الفالاترس طيب عاجع عمل عليها بعد كده ايه؟ ماكس بولنج طبع عليها ماكس بولنج 2 في 2 فمساحتها هتقل الطول والعرض هيقله بس العمق بتاعها بقى هنا مش هيزيد في الماكس بولنج العمق بتاع الصورة او بتاع الموصفة بتاعتها مش هيزيد ولا هيقل هيفضل ثابت زي ما هو فهنا كانت 24 في 24 في خمسة خمسة دي كان عدد الفالاترس اللي اتضربت فيها فبعد اما هعمل ماكس بولنج 2 في 2 حجم الموصفة الجيدة هيبقى 12 في 12 في كام في خمسة لان قلنا ان قلنا في الماكس بولنج جاعدة الفالاترس بيبدل سابت اللي بيتغير فيها بس حجم الطول والعرض طيب وبكده خلاص خلصنا من دي ودخلنا ودي بقت الصورة بتاعتي الحالية اللي هي 12 في 12 في كام في خمسة دي بعد عملت الماكس بولنج طيب بعد عملت الماكس بولنج هطب على فلتر فالاترس دانية طب عليها مسلا 8 فالاتر كل فلتر خمسة في خمسة اذا فالمصفة الجديدة هتبقى 8 في 8 في كام في عدد الفالاترس الجديدة بعد الفالاترس اللي اتضربت فيها اللي هي مسلا نخترت 8 تبقى 8 في 8 في 8 طيب بقى دي كده دي الصورة دي خلاص وبقى دي المصفوفة الجديدة بتاعتي او الصورة الجديدة بتاعتي طب هكده عملت ايه بقى كده عملت مسلا ماكس بولنج 2 في 2 فحجم المصفوفة اللي هي انتوا جعنا هي هيقل كطول وعرض بس هيفضل العمك بتاعها ثابت او عدد الفالاترس اللي اتضربت فيها ثابت ازا نفع تبقى 4 في 4 في كام في 8 تمام تمام طب انا شايف ان هي كده خلاص ان هي كده بقت تمام كويسة او اقدر ادخالها او اقدر او انا قللت من حجمها كفاية وشايف ان هي كده خلاص انا كده شايف ان هي جهزة انتخشها على بنير الناتورك بتاعتي اا بعمل ايه بعد كده لو انا شايفها خلاص ان هي كده جهزة بعمل لها فلاتين اا طبعا احنا نشرحنا كتير فلاتين ديت وشوفناها في او اول فيديو عن season n فلاتين يعني همسك السورة ايه همسك ديت اللي هي الاربعة في اربعة في تمانية تمام واقام جاي يفردهم كلهم فعمود واحد عمود واحد في كام بقى فعدد الصفوف بتاعتها اللي هي كام اللي هي foi 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 8 ايقا انا قللت من حجم الصورة اللي كان تمانية وعشرين في تمانية وعشرين في واحد. وخلط اربعة وربعة في تمانية. طبا تا圭ك نخرج ونجيب لقالة الحزبة ونشوف. طبا نجيب لقالة الحزبة ونشوف الفرق ما بين المكان حجمها تمانية وعشرين في تمانية وعشرين ولما اخر الحاجة وصلنا لك اربعة في اربعة في تمانية. نشوف هتدي الاول خالص لان كنت ادخلت ازا ما هي. كنت احتاج كام خالية او كام امبود او كام وفي الاخر خالص ستحتاج كم خلية لها يعني قبل الـ cn وبعد الـ cn تمام اول حاجة كانت الصورة 8 في 8 دي قبل الـ cn 28 في 28 قبل الـ cn كانت الصورة دي هتحتاج 784 خالية في الـ input layer علشان تدخل على الشبكة بتاعتي طيب بعد الـ cn هتبقى كام؟ بعد ما عملنا الـ cn حجمها بقى 4 في 4 في 8 بقيت 128 بقت تحتاج 128 خالية يعني في الاول خالص قبل الـ cn كانت تحتاج 700 خالية علشان في الـ input layer علشان ندخلها على الشبكة بعد مطبقتها الـ cn بقت تحتاج 128 خالية فقط علشان تدخل على الشبكة بتاعتي طيب احنا بكل ده نتكلم عن حجم الصورة صغيرة حجم الصورة 28 في 28 ما بقى لك بقى لو كانت الصورة مثلا HD صورة 720 20 ولا 20 ولا ولا هتبقى أرقام مهولة وكانت الشبكة بتاعتي مش هقدر تهندل كل ده تمام؟ كيت طبعا مش هدي دنيا accuracy كويسة وكانت هتبقى الدنيا خراب خالص فعلشان كده cn هي كويسة جدا في ان هي تشتغل مع الصور لان هي زى ما شفنا حارت لنا مشكلة كبيرة وهي بعد الصورة وفي نفس الوقت حافظت لنا حافظت على المعلومات او قبل الصور هتبقى حاجات ظريفة برضو كده ايه ككودينج يعني هنتعامل معها تمام؟ شكرا لكم واشوفكم بإذن الله في فيديو جديد